الخبر الثاني بتاعنا النهاردة هو عن السيل زي ما قلنا لكم ووزير التموين والتجارة الداخلية اعلن انه السيل او موسم التخفيضات المصري للسيل هيكمل لحد يوم 30 ستمبر هو بيخلص قبل كده عشان بيمتدي ندخل في تجهيزات هو بيخلص تقريبا في اول اسبوع او حاجة كده في ستمبر لانه بنتدي بعد كده الناس او تدخل في تنظيم بقى وتجهيز السكول والمدرسة والجامعات فبيبتدي كل الناس تعمل شوطن بتاع الجامعات سواء لبس او مستلزمات نفس الكلام من دارس سواء يونيفورمز او لبس او مستلزمات فبالتالي كلها بتكون حاجات جديدة لسه نازلة فما بيكونش عليها سيل فبالتالي السيل اللي بيخلص بسرعة وبدري بدري فوزير التموين والتجارة اعرى انه ده مش هيحصل لسنادي احنا السيل مكمل لحد 30 ستمبر والناس اللي هيتكون مشاركة في الموضوع بقى لازم هيبقى فيه رولز يعني انت لو هتدخل هتعتبر ان المحلك هيدخل في السيل او هيتدخل يعمل سيل لازم تتابع رولز معينة موضوع مش هيكون عشوائي وكمان اللي عرفناه انه السنادي هيكون المحلات اللي مشاركة في السيل اللي تبع الحكومة 1720 محل والمحلات دي بقى مش بس فيها هدوم لأ فيها هدوم فيها حاجات منتجات جلدية فيها كمان اجهزة للبيت من يوم كم لكم بقى السيل؟ من لحد 30 هو خلاص بدأ هو بقلتلين وبيبدأ في اخر ثمانية وبيخلص على اول اسبوع واسبوعين في ستمبر اولا ما الحاجة تخلص في المحلات ام سوقان فهم كم من الاخر تسعة؟ حلو او امردي انا مستعد